في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو علم ينتفع به ما المقصود بالعلم الذي ينتفع به وهل يقتصر ذلك على العلم الشرعي أم يشمل العلم الدنيوي النافع الذي يظهر والله أعلم أن العلم هو أعم من أن نخصه بعلم معين بل جميع ما ينتفع به المسلمون سواء كان انتفاعهم به في حياتهم الدنيا أو في آخرتهم فهذا علم والله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء فأي عالم علمه ينتفع به المسلمون سواء كان علما شرعيا أو علما اقتصاديا أو علما من العلوم الطبيعية من العلوم الطبيعية كالطب والهندسة والتقلية ونحو ذلك كل ذلك في الواقع لا شك لا سيما إذا كان طالب هذا العلم محتسبا عند الله سبحانه وتعالى أنه سينفع إخوانه المسلمين بناء على هذا فإن شاء الله تعالى القول بأن العلم محدود أو محصور بالعلم الشرعي هذا لا يظهر وجهته وإنما العلم هو كل ما كان علما نافعا للمسلمين في حياتهم الدنيا وفي الآخرة في اتجاهاتهم في دفاعاتهم في اقتصادهم في جميع ما يتعلق بأحوالهم أحوال الدنياهم وآخرتهم